اعزائي الطلبة والطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية لمادة المنطق اعزائي الطلبة والطالبات وردت الينا اسئلة كثيرة واستفسارات عن المنطق وعن الاجزاء الصعبة في المنطق وعن طريقة الاسئلة في المنطق عبر صفحة البرامج التعليمية بقطاع تلفزيون على الفيسبوك ولذلك نود من اعزائنا الطلبة والطالبات ان لو اي حاجة عايزين يستفسروا عليها طريقة عرض الاسئلة بتبقى جايز ازاي يبعثونا دايما على صفحتنا على الفيسبوك وهي صفحة البرامج التعليمية بقطاع التلفزيون النهارة ان شاء الله هنكمل مع بعض عزائي الطلبة والطالبات ما بدأناه في الباب الاول وهو الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم التطبيقية او الطبيعية النهارة هنتكلم على اخر جزئية فيه وهي التحقق من صحة الفروض المرحلة الثالثة او البرهان او التحقق من صحة الفروض بعد عملية وضع الفروض العلمية تأتي عملية نقد عبر طرق تجريبية وذلك للتأكد من صدقها وتستند عملية التحقق من صدق الفروض على ضرورة التسليم بفكرة العلة والمعلول فلكل ظاهرة علة او لكل ظاهرة معلول فلكي نمارس اي درجة من درجات التحكم في اي ظاهرة لابد ان نسلم بهذا المبدأ ما فيش حاجة في الدنيا من غير سبب كل شيء في الكون بدون يسير وفقه للعلة والمعلول يبقى معنى ذلك ان ما فيش حاجة في الكون بدون علة ما فيش حاجة في الكون بدون سبب ولذلك لابد ان نسلم بمبدأ العلة والمعلول فالمهندسون يستطيعون التحكم في هبوط الارض في منطقة معينة فقط اذا عارفوا سبب الهبوط وايضا الأطباء يستطيعون معالجة مرض معين اذا عارفوا سبب ذلك المرض ولذلك كل شيء في الكون لهو علة وايه ههو معدل فلا يوجد هناك اشياء وظواهر بدون علة لابد ان يكون لها ايه لكل سبب او لكل ظاهرة سبب ولكل ظاهرة علة طيب تعالي بقى عشان نمشي بقى مع بعض في مبدأ العلة والمعلول لابد ان نميز اولا بين شرطين شرط حاجة اسمها الشرط الضروري والشرط الكافي هتقول لله زي بعض وبعد الاستفسارات بتقول ايه ان في اجزاء في المنطق مالهاش دعوا باللي قبلها واللي بعدها لا ازاي المنطق كله متصل ببعضه بمعنى انت بادي بتكلم عن العلة ولا ايه والمعلول طيب ماذا يكون الشرط ضروريا وماذا يكون ايه كافيا يعني متى تكون العلة ضرورة للمعلول ومتى تكون العلة كافية لحدوث المعلول اذا المعنى ذلك ان احنا عندنا في حاجة اسمها الشرط الضروري وحاجة اسمها الشرط الايه الكافي تعالى بقى نتعرف مع بعض عن اولا الشرط الضروري وجود الاكسوجين شرط ضروري لحدوث الاشتعال حصول الطالب على السنوية العامة او شهادة السنوية العامة شرط ضروري لدخول الجامعة يبقى ايه هو الشرط الضروري عايزك انت démاد أنت تعرفوا معك هو ذلك الشرط الذي لا يمكن ان تحدس الظاهرة الا بحضوره يعني الظاهرة لا يمكن ان تحدس الا بوجود الشرط الضروري دة بياؤمو الشرط انهون بقى اه الضروري طيب pronto يعني معنا ذلك ان الطالب العمرو ما سيعرف يخش الجامعة إلا اذا حصل على السنوية العامة الطالب او الاكسوجين او الاشتعال لن يتم الا بوصول الاكسوجين ما انا عندي حاجة تانية اسمها الشرط الكافي ايه هو بقى الشرط الكافي بص بقى معي كده الشرط الكافي ان وجود الاكسوجين بمفرده ليس شرطا كافيا لحدوث الاشتعال اذن لابد من توافر شروط اخرى مثل درجة حرارة معينة يبقى معنا ذلك ايه ان الشرط الضروري وجوده اساسي لكنه ليس كافيا عايز بعد الطالب افهم معي المنطق بتاع المنهج الجديد معتمد عن فهم لازم تفهم في فرق ما بين شرط ضروري وشرط ايه كافي الضروري هو ان وجوده اساسي ضروري لا يمكن ان تحدث الظاهرة اللي بحدوثه ما انفعش صرط حسن لبوجوده لكنه ليس كافيا وحده لحدوث الظاهرة يبقى وجوده اساسي وضروري لكنه ليس كافيا فالشرط الكافي الشرط الكافي ان الشرط الضروري احيانا لا يكون كافيا لحدوثه الظاهرة زي ايه انت بتقول لي مثلا خلي بالك بقى معي جدا بسمع معي بتقول لي ان حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة شرط ضروري لدخول الجامعة ماشي ده شرط ايه ضروري لكنه ليس كافيا طب ليه ليس كافيا لان لابد ان يتوافر هناك شروط اخرى بجانب حصول الطالب على السنوية العامة وهي ان يكون جايب مجموع عالي وان يكون فيه اماكن خالية في الجامعة اللي حيلتحك بيها يبقى اذا معنى ذلك ان هناك فرقا بين الشرط الضروري والشرط الكافي يعني مثلا الماء شرط ضروري للحياة صح اه لكنه ليس كافيا للحفاظ على حياة الانسان يبقى اذا معنى ذلك ان فيه فرق ما بين الشرط الضروري والشرط الايه الكافي هنا بقى ايه اللي دخلنا بقى في موضوع الشرط الضروري والشرط الكافي ان فيه حاجة اسمها علة ضرورية وعلة كافية اللي هو العل والمعلوم فيه علة ضرورية لحدوث المعلوم وعلة كافية لحدوث المعلوم ولذلك بص معايا كده اهو تستخدم كلمة علة لتشير الى الشرط الضروري وايضا الى الشرط الكافي في بعض الاحيان فالعلاقة العلية ليست علاقة منطقية خالصة ان انا لا لا استطيع كشفها باستجلالات منطقية ولكن يمكن اكتشافها بطريقة تجريبية زي ما قال مين بقى جون ستيورت ميل جه فيلسوف اسمه جون ستيورت ميل حطينا خمس طرق للتحقق من صحة الفروض انا عايز اعرف ايه سبب العل دي او ايه سبب المعلول ده قالك في كل كل معلول ليه او ايه علة كل المعلول ليه ايه علة لو عايز تعرف ان العل دي سبب المعلول ده امشي بطريقة من الخمسة دول بص بقى معايا كده اهو قدم الفيلسوف الانجليزي جون ستيورت ميل سنة 1779 الى 1806 خمس طرق لاختبار صدق الفروض كي يتفادى عيوب فرانسيس بيكون في التوصل الى ازباب حدوث الظاهرة اول طريقة هي ايه لو عايز تعرف سبب ايه ظاهرة في الدنيا معايا شاكك ان السبب ده هو الذي يقند الحدوث في هذه الظاهرة اعمل طريقة من الخمسة دول واحد طريقة الانتفاق وتقوم هذه الطريقة على الاعتقاد في تلازم العل والمعلول يعني التلازم في الحضور يعني يعني العل تدوره مع المعلول وجودا يعني بمعنى متى وجدت العلة وجد المعلول يعني متى وجدت العلة وجد المعلول اذا حضرت العلة حضر المعلول يعني لو كل ما حصل السبب ده حدثت هذه الظاهرة يبقى هذا السبب هو الذي ادى الحدوث هذه الظاهرة كلما تصعد بخار الماء سقط المطر يبقى تصعد بخار الماء هو السبب في سقوط الايه المطر كلما اهمل الطالب رصب يبقى الاهمل هو السبب الايه الرصوب يبقى كلما حدثت هذه الظاهرة حدثت او كلما حدثت هذا السبب حدثت هذه الظاهرة يبقى هذا السبب هو الذي يدى الحدوث هذه الظاهرة زي ايه مثلا اهو اذا اشتركت حالتان او اكثر من حالات الظاهرة التي نبحثها في ظروف واحدة فإن هذا الظرف المشترك يكون علة الظاهرة ومعلولها فالباحث يدرس أكثر من حالة بتحليل ظروف كل ظاهرة ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة وإن لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد يستنتج أن هذا الأمر هو علة الظاهرة ما تيجي ندرب مثال تعال أنا أقول مثال نفترض أن أسرة مكونة من 6 أفراد لاحظة معايا كده مكونة من كم؟ من 6 أفراد تناول وجبة عشاء في مطعم محترم أو معين ثم بعد عودتهم شعروا بقيء وغسيان وتسمم شديد بسبب تناول الطعام نريد هنا أن نعرف ونحدد سبب المرض طيب نعمل إيه بقى أنت أدلقتي قدام مشكلة أن الستة راحوا تعزموا على وجبة عشاء في مطعم من المطاعم المهم بعد ما رجعوا البيت وبعد ساعات من تناولهم لوجبة العشاء حدث لهم قيء وغسيان وتسمم شديد الستة كلك حصلهم نفس الظاهرة الله طب ماشي طب إحنا عايزين نعرف سبب هذه الظاهرة نعمل إيه المفروض نعمل إيه بقى عزيزي الطلبات طلبات نجيب كل واحد ونشوفه وكال إيه وإيه الشيء المشترك اللي جمعهم الستة مع بعض مع أنهم كل واحد منهم تناول وجبات مختلفة إلا أنهم لابد أن يكونوا اشتركوا في شيء معين فوجدوا أنهم اشتركوا في عصير ما إذن معنى ذلك أن العصير هو السبب في حدوث هذه الظاهرة فإذا وجد العصير حدثة حدثة الظاهرة ولذلك من الواضح أن الشيء الوحيد المشترك الذي تناوله جميعا هو العصير ووفقا لهذه الطريقة فإن من المرجح أن يكون سبب حدوث المرض العصير طيب وعلى رغم من أهمية هذه الطريقة فإن لها بعض العيوب إذ من الممكن أن تحدد سببا معينة للوقوع الظاهرة معينة لأن الوحيد المشترك في حدود معرفتنا ويتضح أنه ليس هو السبب الحقيقي لأننا أغفلنا أسبابا أخرى ولم يكن معروفا لدينا طيب عندنا في طريقة تانية للتعرف إذن معنى ذلك أن أول طريقة هي طريقة الاتفاق وتعني أن العلة تدور مع المعلول وجودا يعني إذا وجدت العلة وجد المعلول تعرف أن الظاهرة دي سببها دا لما كل ما يحصل دا تحصل دي يبقى دا يبقى دا اسمه علة الظاهرة كل ما حدثت السبب حدثت الظاهرة يبقى هذا السبب هو الذي أدى لحدث الظاهرة في طريقة تانية اسمها طريقة الاختلاف أو التلازم مثل عند جون ستيورد ميل التلازم في الحضور وفق طريقة الاتفاق ليس دليلا قاطعا على سبب وقوة الظاهرة لاحتمال وجود ظاهرة أخرى خافية علينا فقد وضع ميل طريقة الاختلاف أي التلازم في الغياب أي أنها الوجه السلبي للحضور فكلما غابت العلة غاب المعلول يعني في طريقة الاختلاف بيقول إيه بيقول أن العلة تدور مع المعلول عدما يعني إيه عدما يعني إذا غابت العلة غابت إيه المعلول وإذا حضرت العلة حضر المعلول يعني إحنا في طريقة الاتفاق بنقول إنه إذا وجدت العلة وجد المعلول طب افترض الاغتلاف بنقول ايه انه اذا غابت العلة غاب الايه المعلوم يعني كل ما الظاهرة دي حدست هذا او كل ما السبب حصل الظاهرة تحصل كل ما السبب ما يحصلش الظاهرة ما تحصلش يبقى معنى ذلك ان ده سامر في نفس الظاهرة تعالى نضرب برضو نفس المثال التطبيق في المثال السابق خاص بتناول الطعام لنفترض ان اسامة كان من بين المجموعة التي تناولت العشاء وتناول الاطعمة الموجودة عدى العصير ولذلك ايه بها لم يصب باي اعراض فاننا وفق هذه الطريقة نستنتج ان العصير هو سبب اصابة الاخرين بالمرض اذا وجدت حالة تحدث فيها الظاهرة المجهولة وهي زر التسمم واخرى لا تحدث فيها وهي اسامة كانت الحالتان تتفقان في كل الظروب باستثناء طرف واحد وهو تناول العصير كان الظرف الذي تختلف فيه الحالتان هو علة الظاهرة اذا تناول العصير سبب التسمم او معلول الظاهرة ولها جزء ضروريا من علتها اذا معنى ذلك اعزائي الطلبة والطالبات ان احنا عندي طريقتين دلوقتي طريقة الانتفاق وطريقة لايه اختلاف الانتفاق بتقولك ايه اذا وجدت بالراحة كده معايا هو يفهم معايا اذا وجدت العلة وجدت المعلوم يعني لو السبب حصل الظاهرة ستحدث كل ما حصل السبب حدثت الظاهرة يبقى السبب يبقى السبب ده هو الذي ادى لحدوث هذه الظاهرة طب ما فيه ترى تانس ما طريقت الاختلاف بتقول ايه بقى ان العلة تدور مع المعلول عدما يعني ايه عدما يعني اذا غابت العلة غاب المعلول اذا غابت العلة غاب ليه المعلول يعني كلما غابت العلة غاب المعلول كلما غاب السبب غابت الظاهرة فهذا السبب هو الذي ادى لحدوث هذه الظاهرة طب ما فيه طريقة تالتة وهي طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف هي ببساطة جمع الطريقتين السابقتين في البحث أي أن وجود العلة يستلزم وجود المعلول وغياب العلة يستلزم غياب المعلول ولذلك يجري البحث طريقتين لبيان العلاقة الترضية بين العلة والمعلول وجودا وعدما يعني إيه برضو يعني معنى ذلك أن العلة تدور مع المعلول وجودا وإيه وعدما فإذا غابت العلة غاب المعلول وإذا حضرت العلة حضر المعلول ببساطة ده وانت عايز تعرف ان دي ان السبب ده هو الذي ادى لحدوث هذه الظاهرة كل ما السبب حصل الظاهرة حدست كل ما السبب ما حصلش الظاهرة لم تحدث يبقى هذا السبب هو الذي ادى لحدوث هذه الظاهرة تعال هنضرب مثال تطبيقي يستطيع البحث ان يجمع الحالات التي تحدثنا عنها في تسمم عند البعض وعدم التسمم عند البعض الآخر ليعرف علة حدوث التسمم من خلال الجمع بين طريقتين الاتفاق والاختلاف يبقى ايزا معنى ذلك احنا قلنا ان الستة شربوا مع كلهم واجبات عشاء كل اللي كل وكل اللي شرب عصير حصلوا ايه تسمم وقيع وغسائل ما عدا اسامة لم يحدث له شيئا لانه لم يشارك معهم في شرب العصير اذا معنى ذلك انه اذا حضرت العلة حضر المعلول واذا غابت العلة غاب المعلول طب ما انا عندي طريقة تالتة وهي بيسموها طريقة التلازم في التغيير يعني انت لازم في التغيير ودي طريقة ما هي رابعة ما هي طريقة التلازم في التغيير اي ان هذه الطريقة تقوم على الاعتقاد بان اي تغير يحدث في العلة لابد أن يحدث تغير ويقابله في المعلول طريقة ترضية يعني لو عايز تعرف أن سبب أي ظاهرة سببها إيه غير في السبب لو العلة لو المعلول لو الظاهرة اتغيرت مع السبب يبقى هذا السبب هو الذي أدى الحدوث عن الظاهرة يعني لو زودنا لو زودنا السبب زادت الظاهرة وإذا نقصنا السبب نقصت الظاهرة فهذا يدل على أن هذا السبب هو الذي أدى الحدوث هذه الظاهرة لأن هناك تلازم بين العلة والمعلول في التغير فإذا حدث تغير في العلة ركز معي إذا تغير إيه إذا حدث تغير في العلة يصاحبه تغير في المعلول بنفس الطريقة بنفس الطريقة وبطريقة طردية يعني إيه طريقة طردية سبب بعض الطلبة بيقول لي يعني إيه طريقة طردية طريقة طردية يعني زيادة معا أو نقصنا معا يعني اللي اتنين يزيدوا واللي اتنين يهي ينقصوا يعني لو زودت العلة زاد المعلول نقصت العلة نقص المعلول يبقى هذه العلة هي سبب هذا المعلوم تم تيجي نضرب أمثلة كلما تغيرت ظاهرة على نحو ما صحبها تغير في ظاهرة أخرى على نفس النحو فإننا نقرر أن الظاهرة الأولى تكون علة الظاهرة الثانية أو معلولها أو مرتبط بها على نحو تستخدم هذه الطريقة على انطاق واسع في عدة مجالات زي إيه مثلا نحن نراحل زيادة البطالة وارتباطها الدائم بارتفاع مستوى وقوع الجريمة يبقى معنى ذلك أنني عشان أعرف إني إيه هو سبب وقوع الجريمة أشوف مثلا سبب البطالة إذا زادت البطالة زادت الجريمة وإذا نقصت البطالة نقصت الجريمة فالبطالة سبب في حدوث الجريمة نقول ثاني عايز تعرف سبب الجريمة أنت مرتقد أن البطالة هي السبب اعمل إيه؟ زود البطالة شوف الجريمة هيحصلها إيه؟ هتزيد يبقى طب نقص البطالة لو نقصت الجريمة يبقى معنى ذلك أن البطالة هي السبب في حدوث مين؟ الجريمة أعزاء الطلبة عايزة كل واحد فيجو يفهم معي أن العلة ترتبط مع المعلول في التغير يعني إذا حدث تغير في العلة أعقبه تغير في المعلول بنفس الكمية وبنفس الدرجة وبنفس الطريقة زي مثلا مثال لو عايزة أعرف إيه السبب في زيادة نسبة المبيعات ها لو إحنا جبنا لإيه؟ الإعلانات مثلا لو زادت الإعلانات زادت المبيعات ونقصت الإعلانات نقصت المبيعات يبقى الإعلانات سبب في حدوث المبيعات معايا يبقى إذن معنى ذلك أننا بنقول أن إذا حدث تغير في العلة صاحبه تغير في المعلول بنفس الطريقة تم تيجي نضرب أمثلة تانية أن زيادة الكالسيوم في طعام الأطفال يؤدي إلى زيادة ارتباط نمو عظامهم كل ما كان الطفل بيشرب زيادة في اللبن في اللبن وفي الأطعام اللي فقى كالسيوم كل ما نمى عظامه طب إذا نقص شرب اللبن نقصت عظامه يبقى اللبن سبب في نمو العظام يبقى بنقول أن العلة ترتبط مع المعلول في التغير فإذا حدث تغير في العلة صاحبه تغير في مين؟ في المعلول زيادة وإيها ونقصة طيب الطريقة الأخيرة طريقة اسمع طريقة البواقي في هذه الطريقة إذا اكتشف الباحث علتين يعني إيه علتين؟ يعني سببين لمعلولين يعني لظاهرتين يعني إذا كان عندنا سببين لظاهرتين مختلفين وعلم بأن علة معينة أو سبب معين من العلتين أو السببين هي علة لمعلول معين يعني سبب لظاهرة معينة فمن المعلولين؟ فيستدل أنه من المرجح أن تكون العلة الباقية هي علة المعلول الباقي يعني إيه برضو يا أستاذ؟ يعني ببساطة لو عندي زاهرتين وعندي علتين وعرفت أن علة منهم سبب لظاهرة منهم فإن العلة الباقية تكون سبب لظاهرة إيه؟ الباقية والذي تسمىها إيه؟ طريقة البواقي يعني طريقة البواقي يعني علة سبب لظاهرة والعلة الباقية تكون سبب للظاهرة إيه؟ الباقية زي إيه مثلا إذا كان لدينا حالتان مركبتان وتمكننا من تحديد أن جميع علة للحالة الأولى حالة المركبه الأولى ما عدى علة واحدة وأنها تشكل معلولات للحالة الثانية عدى معلولاً وحداً فمن المرجح أن تكون العله المتبقية في الحالة المركبه الأولى هي علة المعلول المتبقي في الحالة المركبه الثانية عشان يفهمها لك أكتر تعال نضرب مثالتاني كنا نستخدمه في المراحل الابتدائية والعددية زمان كان ييجي يقول لك ايه وصلت يجيب لك عمودين ويقول لك ايه وصلت كان احيانا بيروح جايب ليه عندي خمس كلمات وخمس كلمات قصدهم طيب انا عارف اربعة ووصلت الاربعة فاضل ايه كلمة في العمود ده وكلمة في العمود ده مش عارفهم يبقى معنا ذلك منطقيا ان هذه تكون تبع لدي طيب عندي برضو احيانا كان بيجيب لي سؤال في المراحل الابتدائية والاعدادية كان بيجيب لي يقول لك ايه ضع الكلمات الابتدائية مكان النقط كان يجيب لك خمس كلمات وخمس نقط انا عارف اربعة احط الاربعة مكان النقط اللي انا عارفها والنقط اللي فاضلها حيكون لها ها الكلمة الباقية اللي انا مكنش عارفة يبقى ايزا معنا ذلك ان العلة الباقية تكون معلولا للظاهرة الباقية طيب اهميتها ايه بقى اهتدى بها العالم الفرنسي ليفر بيه بهذه الطريقة عام سنة 1846 الى اكتشاف كوكب نيبتون وذلك حينما وجد انحرافا في مدار كوكب اورانوس ونسب ذلك الانحراف الى وجود كوكب اخر قريب منه لان الظواهر الفلكية الاخرى المتصلة بالكوكب اورانوس كانت معروفة لديه معادة الظاهرة الباقية وهي ظاهرة الانحراف مدللا على ان اورانوس فاستنتج انه من المرجح ان تكون علتها وجود كوكب اخر قريب منه تب تعالى بقى نشوف مثال تطبيقه على مراحل الاستقراء التقليدي يضرب لنا علم الفيسيولوجي الفرنسي كولود بيرنار سنة 1812 الى 1878 في كتابه عن الطب التجريبي مثالا يوضح معنى الملاحظة والتجارب والفروض العلمية ذات يوم احضر بيرنار ارنبا من السوق وحين وضعها على مندادة المختبر تبولت فلاحظ بالصدفة ان بولها صافي وحمضي وطبعا الصافي والحمضي ده مش ده بول الارنب بول الارنب ليس صافيا وليس حمضيا ولفت انتباهه ان ما لاحظه ان بول الارنب يكون عادة مكدر اللون وغير حمضي وليس صافي وحمضي باعتبار انها حيوانات تأكل العشاب يعني كل الحيوانات التي تأكل العشب البول بتاعها مكدرا او مكدر يعني غامق وليس حمضيا لكن لما يبقى البول ماله صافي وحمضي يبقى ده دليل على ان هذا الحيوان من ااكل الحق وليس من ااكل الايه الاعشاب يبقى خلي بالك بس معايا وركز معايا كده عشان بس ايه تبقى ماشي معايا على اهمية الملاحظة والتجربة والفروض العلمية احيانا الملاحظة والتجارب والفروض احيانا توصلنا الى اكتشافات علمية خطيرة ان الحيوانات التي تأكل العشاب يكون لون البول معايا لديها لون مكدر وغير حمضي بينما الحيوانات ااكلت اللحوم معايا دايما تكون لونها او لون البول صافيا وحمضي ولذلك برنار لاحظ ان الارنب لون البول بتاعه مكدر وغير حمضي اللي المفروض اصلا يكون بوله صافي وحمضي وبالتالي في حين ان بول الحيوانات التي تأكل اللحوم يكون هو معلوم صافيا وحمضيا وقد قادني بيقول بقى برنار وقد قادتني ملاحظتي للحمودة في بول الارنب الى تصور ان هذا الحيوان قد اخدعت للنظام الغذائي يناسب الحيوانات ااكلة اللحوم فافترضت ان من الارجح انها لم تزوق الطعام منذ فترة طويلة وانها تحولت بفعل الامساك الطويل عن الاكل الى حيوانات لاحمة تأكل من دمها كي تعيش وبالتالي لم يجد امرا ايسر من التحقق بوسط التجربة من صحة هذه الفكرة المفترضة او هذا الفرض فقدمت طعاما من العجب للارنب ايه اللي حصل بقى بيقول بقى برنار وبعد ساعات لاحظت ان بولها اخزها تقدر واصبح غير حمضي ثم اخضعت نفس الارنب للامساك عن الطعام وبعد مرور 24 ساعة او 36 ساعة على اقصى تقدير عاد بول الارنب مرة اخرى الى الصفاء والحمودة الشديدة ثم تحول من جديد الى بول مضطرب اللون وغير حمضي حين قدمت له عجبا وكررت هذه التجربة البسيطة مرات عديدة فكنت احصل دوما على نفس النتيجة وكررت هذه التجربة على الخيول وهي كذلك حيوانات عاشبة يعني تأكل العجب بولها مقدر اللون وغير حمضي فاكتشفت ان امسكها عن الطعام ينتج حموضة مفاجأة في بولها وزيادة مهمة في نسبية في مادة الاريا وهي مادة باللورية توجد في بول الحيوانات التي تتغذى على اللحوم الى درجة انها كانت تتبلر بشكل تلقائي في البول بعد برودته وهكذا استنتجت على اثر تجاربي الى هذه القضية العامة التي لم تكن معروفة حينها ومؤدها ان كل الحيوانات تتغذى باللحمة عند امساكها عن الطعام بحيث يصبح بولها بول الحيوانات العاشبة مشابهة لبول الحيوانات التي تتغذى على اللحوم والى هنا عزيزي طلب الطلبات نكون قد وصلنا معا الى نهاية حلقة اليوم متمنين ان نكون قد اسعدناكم ووفقناكم ومتمنين ان تكونوا الامل الذي تمتظره مسرورنا الحبيبة ويطل على ضفاف نيلنا آياته واترفرف على ارضنا الحبيبة راياته وتملأ بيوتنا افراحه وبسماته وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة